السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 13 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل تقريبا في ساعات ما بعد العصر لبرج السرطان طبعا الانتقال رح يكون الساعة 45 دقيقة بعد العصر ورح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 224 دقيقة من صباح يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و44 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الناثرة طبعا التوقيت بتوقيت جرينيج منزلة الناثرة هي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر لما بيكون موجود في برج الجوزاء الفترة هاي معناته منظل لغاية ساعات العصر منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعدة أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأننا نحاول لأنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 و 42 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابنتشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنهتم يعني أو منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح لعلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و 45 دقيقة عصرا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 2 و 45 دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عاقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 45 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر خلص بنتقل بيستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات المسائم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط نحاول قلق جو من الأمان لأنفسنا لأحبانا لأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي بتجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بالفترة هاي بنكون بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا شربنا وأيضا لأنه بالفترة هاي برضو شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها بالفترة هاي يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار وأيضا إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وللعائلة وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها كبرى طبعا إلا إذا كانت إضطرارية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي الراجع الطبيب من الآن وحتى ساعات المساء عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابي بالشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الأكثر حساسية المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي اللي بيغطي العضاء الموجودة داخل البطن وأيضا الجهاز الانفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا باقي الأعضاء اللي ذكرناها يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة 11 و22 دقيقة من مساء يوم الاثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة 24 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال تقريبا يعني بكرة بيبلش انحسار المربع عمره اليوم خمس أيام في تمام الساعة 26 و24 دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة 31% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد الآن بنسبة 70% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% القمر في الجوزاء وبعدها بده ينتقل في ساعات المساء تقريبا لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان ليوم 16 أربعة منتحس الآن بنسبة 25% ساعات الصباح سعيد بنسبة 10% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارت في الحمل حتى بيتراجع طبعا لا يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بتنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبتكون أفكاركم نشيطة جدا وهاي فترة مناسبة للتواصل مع المحيط من الآن وحتى ساعات المساء الأجواء جيدة فيه كثير من اللقاءات والحوارات والنقاشات بلكن حاول أنك تتكلم بوضوحه ما فيه داعي للانفعال أما من ساعات المساء وما بعد بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتتركز جهدكم نحو ضبط شؤونكم المالية من الآن وحتى ساعات المساء ورغم وجود فرصة لمكسب مالي إلا أنه فيه بعض النفقات أو رح تتصاعد عندك النفقات عشان هيك تجنبوا شراء حاجية ثمينة والإفراط بالمصاريف ومنكم أشخاص ممكن يبادروا لتسوي مالية أو يعيشوا فترة يعني تعتبر امتحان أما من ساعات المساء وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم برضو عندكم نشاط وحيوية وعندكم قدرها على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم وشعبيتكم بتصاعد كبير بتفرحوا لانفراج مهم بيكون هذا الانفراج إما شخصي أو عاطفي أما من ساعات المساء وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وبتصير فرص لبعض المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا التعب رح يضل مسيطر عليكم حتى ساعات المساء فحاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل وإغلدوا للراحة اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة للآمال والتعب كل هذا اللي بتشعروا فيه والتراجعوا في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات المساء من ساعات المساء بتمتلوا نشاط وحيوية وبتعودوا أو بتيصير عندكوا قدرة للإمساك بزمام الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء من الآن وحتى ساعة المساء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة باستطاعتكم الاتكال على بعض الأشخاص أو المعارف في سبيل إنجاح مسئولية أو عمل ما وحاول إنك ما تماطل يعني بل ثابر بأعمالك أما في ساعات المساء بتتراجع صحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فحاولوا تنتبهوا للصحة وإخلدوا للراحة وما تتخذوا قرارات حاسمة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن وحتى ساعة المساء وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الإضطراب ممكن تعيش فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية يعني حاول إنك ما تكون مهمل أما من ساعة المساء وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعة المساء بيظل في نوع من أنواع النشاط بالاتصالات والسفريات والتنقلات ولكن اللي بدي يتقدم لإمتحان أو مقابلة بدي يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ بشكل مبالغ فيه هذه فترة واعدة وغنية ما رومانسياً وأيضاً في بعض المكاسب وممكن تروج لعمل بنجاح وفي نوع من أنواع التعاطف من الأهل والأحبة أما من ساعة المساء بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي خطوة مالية جديدة وضف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات من الآن وحتى ساعات المساء وحاول أنك تناقش بوضوح بتظهر بعض المؤشرات للمصالحة أو للتسوية أما من ساعات المساء بتنشطوا في مساء الاتصالات البعيدة والتنقلات والحوارات والنقاشات الأجواب تصير داعمة بقوة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ويعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب يعني عمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع أي عقد أو الالتزام اتجاه الطرف الآخر بيصعب التفاهم معك في بعض الأوقات وربما تتسرع بإطلاق كلام غير منطقي أما من ساعات المساء بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية المشتركة وبصير في بعض الفرص القوية جداً دايلك على المستوى المالي وعلى المستوى العائلي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بيتراكم العمل لديكم دوب يعني بظل في نوع من أنواع الضغط وأن القمر موجود مقابلكم الآن أو درجات المقابلة فحاول أنك تنجز وقد ما بتقدر من أعمالك نظم جدوى الغذاء خذ قصد كافي من الراحة محاذر الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك من الآن وحتى ساعات المساء أما من ساعات المساء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم الأجواب يصير جيدة للأعمال المشتركة أو للتعامل مع شركاء العمل أو العاطفي ولكن العصبية عالية والطاقة ضعيفة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتزداد رغبتكم للتقرب من أحبائكم وممكن يكون في نوع من أنواع اللقاء مع الحبيب المنشود وتعزيز العلاقة معه من الآن وحتى ساعات المساء وبرضو بتكون الحظوظ قوية كما إنها فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية وأيضا لتلطيف الأجواء بإمكانك ممارسة هواية وأيضا مساعدة الأحبة أما من ساعات المساء بتتراجع صحتكم وبيتراكم العمل لديكم فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك ولا أعمالك وحاول إنك ما تراكم العائل لأعمال لديك بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهدكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية من الآن وحتى ساعات المساء وبتميلوا للتقارب مع أفراد العائلة ممكن يكون في نوع من أنواع عن التعاون معك رغم إنك بتعيش لحظة ضاغطة بالحظ والفرص ولكن الأجواب تبلش تتحسن كل ما اقتربنا لساعة العصر ممكن تعاني من مشاكل شخصية أو تسيطر عليك الأوهام والأفكار السودة يعني من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز العلاقة مع الأحبة والتقارب معهم الأجواب تصير إيجابية ودعمة وترجع الحظوظ تدعمك بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشهد أن أنت اشتركوا في القناة